هاي جايز كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد هو طريق التحضير تارت بالحامود بأسلا طريقة و بأبسط المكونات المكونات لتحضير طبقة البسكوت 200 جرام من البسكوت ربع كوب من السكر الناعم 100 جرام من الزبدة الدايبة يعني نسكوب أول شي من بلش منكسر البسكوت منقدر نحطهم بخلاط أو نكسرهم نحنا بأيدينا بس الأفضل هي أنه نكسرهم بالخلاط منبلش مندوب الزبدة منضيف البسكوت منضيف الزبدة الدايبة منضيف السكر منخلطهم منيح ومندعاكن بأيدينا منيح منوزع البسكوت على كل أنحاء الصينية منضغط عليهم عشان يتماسكوا مع بعض موسيقى وهلا نحطهم تقريباً لمدة شي خمس دقائق بالبراد وهيك بيتكون جاهز لطبقة البسكوت وهلا بدنا نحضر الطبقة الثانية بدنا 6 بايدات 100 جرام من الزبدة 220 جرام من السكر 4 حبات من الحامود وبرش الحامود منبلش منبروش الحامود ومننتبه انه منبروش المنطقة البيضة منحط على النار عصير الحامود والبرش والسكر ومننطر الماء لتغلع وهيك بيكونوا جاهزين لحتى نضيفهم على الباد هلا منحضر الباد بيجاد تاني ومنضيف عليهم الخلطة السابقة بس منضيف عليهم شوي شوي عشان بدنا الباد ينطبخ منرجع منحطهم على النار ومنضيف الزبدة ومنتركن شوي على النار لحتى يجمضوا ومنضلنا عم نحرك منيح منرجع منصفيهم منبرش الحامود وهيك بتكون طبقة الحامود جاهزة ومنحطهم فوق طبقة البسكوت وهيك بيتشكل عمنا طارت بالحامود منحطهم تقريمها لمدة 3 ساعات بالبراد وهيك بيكون طارت بالحامود جاهز للتقديم ما تنسو تعملونا لايك وسبسكرايب وكمن تعملونا شير باي سيو ان ده نكست فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة